السلام عليكم ورزيلاقات وياكم حسنا من قناة تيك فون اليوم عدنا في صندوق هاتف غالكسي نوت 10 بلس طبعا هالفديو تم بالتعاوني مكتب فون جي وفرون الجهاز طبعا نشكرهم اي شخص يحب يشتري جهاز جديد مستعمل صيانة عنده اكسسوارات كلتنين موجودة عندهم باسعار جدا مناسبة فان شاء الله ما يغصروا اياكم ومروا لهم عدنا طب مثلما تشوفون هالجهاز طبعا هالنسخة تكون كاملة هي والهدايا مالتانية سجدتي بس الجهاز هدايا التجوية اللي هي اول شي ساعة ثاني شي سبيكر خارجي او سماعة خارجية من شركة الجبال وثالث شي هي سماعة بلوتوث من شركة الجبال مثلما تشوفون هي هاي السماعة تجيب حافظة من البلاستيك وهي طبعا شكلها كلش حلو وتكون خفيفة يعني ما بيها فقد وزن ثقيل بحيث تكون متعبة وهاي الساعة الساعة ايضا هماتين تكون خفيفة ما بيها وزن فذلك يعني كلش مهم موضوع انه تكون شغلة خفيفة حتى ما يتأذى او حتى ما تكون متعبة ومثلما تشوفون اخر شي عندنا هو السبيكر الخارجي بصراح هذا السبيكر جدا ثقيل يعني بيه وزن كبير فهذا السبيكر طبعا مقاوم للمياه ومثلما تشوفون حتى هاي الباب هماتين مغلوقة بحكام وبيها لاستيكات حتى لا يفوت لها المي وبيها طبعا منفذ شحن وعندك هنانا الكيبل الخاص بالشحن مع السماعة اللي هو يكون من نوع واخر شي عندنا هو الجهاز اللي يكون طبعا من شركة الوطني الضمان مالته بذاكرة مية وثمينة عشرين بنسبة سعر الجهاز فهو الف وعشرة دولار ما يعادل مليون وميتين واثنعاش الف دينار عراقي طبعا ملاحظة كل النايلون او شكوفة شغلة يتشبيها بلاستيك او غلاف للجهاز تكون مغلوقة يعني بشكل كلش ممتاز وتكون ثخينة بعد ثاني حاولت افتحها بايدي فقط مما انفتحت الا جبت اداة حادة يلا انفتحت مثل ما تشوفون طبعا العلبة مسامة بهالشكل الجميل كلش وتكون قوية طبعا مصنوعة يعني من مادة يعني هو من الكارتون بس الكارتون كلش قوي وجودة ممتازة طبعا الجهاز لاطش مده ينفتح ايوه اخيرا اه طبعا عندك اول ما تفتحها راح تلقفت باكيت صغير يكون بالحافظة والكتالوكات لكن هنا مثل ما تشوفون ظل بالجزء الثاني من العلبة اللي فوق طبعا هذا الباكيت يحتوي على اول شيء مسمار فتح الشرائح او المكان الخاص بالشرائح وعندك هنا التعليمات والاوراق يعني ما الكتالوكات اه لي ما حد يقراها طبعا وعندك هنا حافظة جيلاتينية طبعا كلش حلوة وتفيد اي شخص عند هذا الجهاز او اي شخص اشتراه لانها يعني تحافظ على جمالية الجهاز ما تغطي ظاهره طبعا الجهاز يكون باللون الابيض مثل ما قلت لكم وما يطلع عهي شي لات قلبه اي طبعا الجهاز يحتوي اربع كاميرات من الخلف وعندك العدسة الاخيرة اللي هي الرابعة تي او اف تكون واحد معزولة على صفحة مثل ما تشوفنا الجهاز بالشكل الجميل ويعني مصنع من مواد كلش حلوة وامتازة وبالاضافة الى وجود القلم طبعا بيه سنراويلكم اياه طبعا الكاميرا الامامية نسيت اوضحها فسن رح اراويلكم اياها طبعا ما تبين يعني لا يعني بالقوة يلا تبين لما يكون الجهاز مطفي لان كلش صغيرة هذا هي كفر خارجي هاي الشاحن السريع طبعا هذا الشاحن بقدرة 25 واط الجهاز يدعم الشحن السريع لقدرة 45 واط في انتبه هاي الحالة لازم تشتري شاحن 45 واط هتا استفاد كام يعني شلون نقول تشحن الجهاز بكل قوتي باسرع شيء طبعا الشاحن الحلو بيه تجي المنفذين يو اس بي سي هذا رح يخلي الشحن اسرع هذا عندك تحويلة من اليو اس بي سي الى يو اس بي عادي اذا حبيت تشد فلاش او حبيت يعني تشد ماوس او اي شي يعني هنانا عندك الكابل ما تشحن اللي هو مثل ما قلنا يكون من نوع اليو اس بي سي من الجهتين طبعا هاي الجهة الاولى وعندك هنانا تحويلة صغيرة اللي هي تكون من المايكرو يو اس بي للتايب سي يعني ذات مثلا ما كان عندك مكان تايب سي فراح تحتاج هذه حتى تتحول من المايكرو للتايب سي هنانا مثل ما تشوفون عندك الطرف ثاني هموتين يو اس بي سي فهو من الطرفين يو اس بي سي طبعا هذا الشي يأثر بشكل جدا ممتاز على اسرعة شحن يخليه يكون اسرع من هنا عندك السماعات الاصلية من شركة سامسونج من شركة اي كي جي تكون طبعا بجودة ممتازة بس ما قدر افتح حاليا ما ترجع مثل ما كانت هذا الجهاز طبعا من جوه اكثر شي ميزة ولي هو يعني ميز سلسلة النوت طبعا عن القلم هذا القلم يكون بوزن كلش خفيف ويكون يعني تصنيعة جدا ممتاز وخفيف ما بيوزن ولذلك ما رح يكون متعب عند استعمال طبعا لزمة الجهاز او مسكة الجهاز كلش حلوة من الاسفل طبعا يحتوي على السماعة واليو اس بي سي والمايك والقلم طبعا ومن الاعلى يحتوي على المستشعر اي ار ومكان الشرائح ومن الخلف مثل ما قلنا اربع كاميرات وفلاش وهاي كل محتويات العلبة اه مثل ما تشوفون هسه بوضحناها بصورة او فيديو قصير انه كل محتويات العلبة في اتمنى عجبكم الفيديو استفادة للمفيديو اذا اتمنى اشترك بالقناة وتفعل زر جرس حتى تتواصلك احد الفيديوهات من عندنا تحياتي لكم في امان الله تنسوا زرون المحل اللي قلت لكم عليه